في مدينة ستالين سابقاً في ألبانيا يغطي صداء عشرات من طائرات الميغ السوفيتية والصينية القديمة الموجودة في الهواء الطلق التي كانت سابقاً قاعدة عسكرية جيوعية لكن الموقع سيتحول قريباً إلى قاعدة جوية لحلف شمال الأطلسي منذ سقوط النظام الشيوعي عام 1990 بعد عقود من الدكتاتورية استعادت ستالين اسمها القديم كوتشوف وتوجهت الدولة الصغيرة الواقعة في البلقان بتصميم نحو الغرب وانضمت إلى النيتو عام 2009 وهي تأمل أكثر من أي بلد آخر في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وبدأ التحالف الأطلسي هذا العام تحديث قاعدة كوتشوف الجوية السابقة في وسط البلاد لجعلها بنية تحتيال العمليات في البلقان المنطقة الهشة التي عزز غزو روسيا لأوكرانيا المخاوف فيها من زعزعة الاستقرار وذكرت مصادر البنية أن الحلف الأطلسي خصص خمسة وخمسين مليون دولار لتجديد الموقع الذي تم اختياره عام 2018 ويفترض أن تنتهي الأعمال فيه في نهاية 2023 وتضم مقبرة الطائرات هذه في الغالب مقاتلات من طراز ميك وأخرى أنتونوف سوفيتية وطائرات تياغ 18 ويثير توسع النيتوف في شرق أوروبا ووسطها استياء موسكو إلى حد كبير معتبرة أنه يهدد أمنها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر